طلابي أحبائي أسعد الله أوقاتكم ها نحن نذهب في جولة جديدة حول مهارات الأسبوع الرابع من شهر تشرين الثاني لمادة اللغة العربية للصف الثالث سنبدأ يا أحبائي في هذا الأسبوع باستعراض مهارات اللغة العربية التي نبدأ بمهارة القراءة ومهارة الكتابة ومهارة الاستماع والمحادثة والتعبير سنقوم هذا الأسبوع يا أحبائي باستعراض الدروس التي ستم تقطيتها لهذا الأسبوع سنقوم بالتعرف على نص جديد وهو درس في الطريق سنتعرف منه على الفكرة الرئيسية والتي ترتبط بالوحدة وهي وحدة القدوة من خلال اسم الوحدة من نحن سنقوم بهذا الدرس بقراءته والاستماع إليه عدة مرات واستخلاص الفكرة الرئيسية من وهو الشخص القدوة سيقوم الطلاب بقراءة القدوة ومن ثم تحليل الشخصيات الدرس وتمثيلها ومن ثم سنقوم بربطه بالوحدة وهي القدوة في هذا الأسبوع سنقوم مسبقا بتحديد فقرة للإملاء سنقوم بقراءتها عدة مرات وتدرب على كتابتها ومن ثم كتابتها في كتاب الإملاء عدة مرات خلال هذا الأسبوع أيضا في هذا الأسبوع نقوم بالتدرب على مهارة القراءة من خلال نصوص خارجية وهي المطالعة الإضافية سنقوم بقراءة القراءة الجزئية فقرة فقرة ومن ثم استخراج منها أهم المهارات التدريبية التي تم إعطاؤها مسبقا من اللام الشمسية واللام القمرية همزة الوصل همزة القطع والتاء المربوطة والتاء المفتوحة والهاء وحروف الجر أيضا سنقوم بالتركيز على التنوين تنوين الفتح وتنوين الضم وتنوين الكسر وربطه بالتعريف أيضا خلال هذا الأسبوع سيتم التدرب على القراءة والكتابة الإملائية عدة مرات سيكون لدينا حصة مكتبة سنقوم باستعارة قصة وإعادة القصة القديمة وخلال حصة المكتبة سيقوم الطلاب بعمل واجب للتعبير يخص أهم الشخصيات المشهورة التي يعتبرها المتعلم قدوة له أيضا سنقوم بهذا الأسبوع بحل ورقة عمل شاملة يتم تقييم الطلاب من خلال طلابي أحبائي شاكرا لكم حسن استماعكم وإلى اللقاء